الحقيقة معكم بعد هذه الجولة التي قمنا بها بنقل مباشر سواء كان من معمل الجرارات ومعمل الكابلات وباقي المعامل سيكون هناك تقرير خلال النشرات القادمة تقرير مفصل عن الدمار والخراب الذي لاحق بمنطقة المعامل بشكل عام الآن أنا متواجد وكامل الأخبار متواجدة في مطار حلب وبالتحديد طبعا من خلف المبنى الرئيسي الذي تنقلت قنوات سفك الدم السوري بأنه عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بالسيطرة على المبنى الرئيسي وهذا المبنى من خلفي تماما كما تتابعون معنا وهذه الصور حصرية للتلفزيون العربي السوري على كل مطار حلب الدولي الآن حسب المعلومات العسكرية أصبح محيط ومطار حلب الدولي أكثر من 80 إلى 90% آمن بعض النقاط القريبة من المطار ما زالت هناك تواجد لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة والجيش العربي السوري يتعامل معها وربما خلال أيام القادمة تعلن المنطقة المحيطة بمطار حلب الدولي آمنة بامتياز طبعا هذا فيما خص مطار حلب الدولي يعني الجميع يتساءل متى سيقلع وسيفتح مطار حلب أبوابه أمام المدنيين أمام المواطنين طبعا نحن نعلم أن هؤلاء المرتزقة يقومون بالسهداف كل شيء لا يميزون بين عسكري ومدني وبين أي شيء يستهدفون كل شيء فحفاظا على سلامة وأمن المسافرين وأيضا الطائرات الجيش العربي السوري مصر على تنظيف كامل المنطقة طبعا هذا المطار أمامكم بالكامل ونحن عند المهبط المهبط على يمين الكاميرا ويعني كما تتابعون بالصوت والصورة هذه التفاصيل كاملة المعلومات أيضا من قبل إدارة مطار حلب الدولي أنه منذ تقريبا حوالي أسبوع بدأت عمليات الصيانة حيث تم استهداف مطار حلب الدولي بعدة قذائف هاوين من قبل عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة وعمليات الصيانة بدأت في معظم أماكن وهنجارات المطار وأيضا القاعات لاستقبال المسافرين خلال لربما الفترة الزمنية القادمة لكن حسب المعلومات الأسكرية التي أكدت أنه خلال مدة قصيرة جدا ستعلن كامل المنطقة المحيطة بمطار حلب آمنة وبالتالي فتح الطريق مجددا إلى مطار حلب لاستقبال أبناء مدينة حلب المسافرين والقادمين العمليات العسكرية للجيش العربي السوري متواصلة في معظم مناطق المدينة والريف لكن حجم العمليات الكبيرة للجيش العربي السوري سواء كان في الريف الجنوبي الشرقي وحتى في شرق مطار حلب هذه المساحة التي شاهدناها مساحة كبيرة جدا جغرافية بعد تلحاصل كانت منطقة المعامل وهذه المنطقة أيضا تعد من أكبر معاقل الإرهاب الحقيقة حصلنا على أوراق كثيرة تدل على أن هؤلاء المرتزقة قاموا لا أعلم إذا كانت تظهر لكن هؤلاء المرتزقة كانوا يبيعون المعامل الكابلات وكل محتويات المعامل هذه الأوراق سنزودكم بكل تفاصيل كانوا عليها ختم ما يسمى دولة العراق الدولة الإسلامية في العراق والشام وهذا يسمح بالدخول لنقل الألمنيوم تصوروا هذا الختم لهم وهذه يسمح بالدخول للسيرات والمبالغ وكل هذه الأوراق لشراء وبيع الكابل الألمنيوم لتحميل كابلات الألمنيوم بهذا ختم عناصر تنظيم القاعدة هذه هي الحرية التي يدعون هذه الأوراق كلها حصلنا عليها للحقيقة من معمل الكابلات الذي تم تفريغ محتوياته بالكامل بالكامل فرغت محتويات كل المعامل والهدف واضح هو تخريب الاقتصاد الوطني ودائما نؤكد نحن أبناء سوريا من قام بالبناء ونحن من سيعيد البناء لأنه بفضل أقدام عناصر بواسين المسلحة الذين ننحن لهم ودائما نقول الله 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 على إنجازات جيشنا الباسل في ريف حلب وفي المدينة أيضا هناك تقدم كثير في بعض النقاط لا نستطيع أن نقوم بالتصوير لحين انتهاء العملية العسكرية بالكامل نظرا للعملية المعقدة في بعض مناطق المدينة الريف إلى أين دائما يتساءل أبناء حلب وكل من يتابع إنجازات الجيش عربي السوري في ريف حلب إلى أين ماذا بعد تل حاصل وماذا بعد المناطق المعامل لا نعلم فقط ستجدون كاميرا ستجدون كاميرا الأخبار دائما الأولى والسباقة في نقل الخبر أين المناطق لا نعلم ولكن لا شيء عصي أمام ضربات الجيش العربي السوري القاسية والتي هي ضربات الحق والتي تتوجه بحق هؤلاء المرتزقة من مطار حلب الدولي من هذا المبنى الذي ادعى هؤلاء المرتزقة أنهم سيطروا عليه بالكامل كما يدعون نقول لكم تحية معبقة بماء الورد الحربي ترجمة نانسي قنقر